إذن كما أشار حسين لدينا مجموعة من الأسهم في السوق الأمريكي تتأثر اليوم بشكل سلبي بتراجعات قطاع التكنولوجيا لماذا يستعد وهل ستكون الضربة المقابلة طبعا من قبل الأسواق الأوروبية حيال التكنولوجيا وخاصة فيما يتعلق بأجهزة الهاتف الأمريكية أبل سيكون تفرض عليها أيضا مزيد من أضراء في المنطقة الأوروبية نتحدث من نيويورك عن أداء الأسواق مع سيد جورج شولتز والمؤسس ورئيس التنفيذي لشولتز أسيتس مارجمنت أهلا ومرحبا بك معنا كيف تجد انعكاس داو اليوم بتراجعات فوق 300 نقطة مع الافتتاحية على إثر استقالة المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض الأسواق بالتأكيد تبحث عن قدر أقل من الخطر والغموض وأخبار الاستقالة التي جاءت البارحة كانت مفاجئة وهذا الأمر يأتي على أو في عقاب الإعلان عن تعرفة جمهوركية لم تطبق بعد لكن الأسواق لم تكن تتوقع هذه التعرفة الجمهوركية وبالتالي الأخبار المتعلقة بقدوم كوريا الشمالية إلى مائدة مفوضات أدت إلى تراجع المخاطر إذن كانت هناك عدة أمور حصلت وبالتالي حصلت عمليات بيعية واحتمال حصول اقتراب في البيت الأبيض طبعا لا نعلم إذا كان هناك اقتراب أم لا من الصعب تحديد الأمر لكن بالتأكيد ما يحصل يقلق المستثمرين نوعا ما جورج نتحدث اليوم عن خطورة فعليا حرب تجارية يعني منذ يوم الخميس نعم تقلبت بعض الشيء في السوق وبينها تراجعات ومن ثم ارتفاعات تصديق ومن ثم تجاهل اليوم هل برأيك بوجد خطر حقيقي علينا أن نتدركه؟ إعلان إدارة الرئيس ترامب هو عن تعريفة الجمهورية تصل إلى 25% على متجات الفولاذ وعشرة في المئة على الفولاذ وهذه أرقام كبيرة ووزير التجارة ويلبر روس شرح السبب وقال بأن الأنظمة التجارية التي تتبع أمريكا مع دول كثيرة باتت متقادمة وويلبر روس أشار إلى التعريفة الجمهورية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات المستوردة بحدود العشرة في المئة وبقية أنها لعالم 25% كتعريفة جمهورية على السيارات وفي الأسبوع الماضي الذي قدم فيه ويلبر روس هذه الفكرة ودافع عنها هو أن هذه التعريفة الجمهورية منطبقة منذ الحرب العالمية الثانية وفي السابق كانت منطقية عندما كانت أمريكا باهتمام أمريكا بإعادة البناء في عقاب الحرب العالمية وبعد الحرب بسنوات طويلة لدينا 10 مليار دولار في ميزان تجاري أمريكي وبتالي فكرة الرئيس ترمبيا إعلان هذه التعريفة الجمهورية ومثم متابعتها ما لم يتم إجبار الدول الأخرى إلى مائدة مفاوضات رأينا دول النفتة تحديدا كندا والمكسيك سيحضران إلى مائدة مفاوضات لإعادة التفاوض على اتفاقية نفتة هذا الصباح كانت هناك أخبار بخصوص التهديدات الأوروبية بفرض إجراءات انتقامية لكن العقول المنطقية ستسود في النهاية وما سيحصل برأينا هو أنه سيكون هناك معاهدات جديدة تجارية سيتم التفاوض عليها وفي بعض الأحيان قد يحتاج الأمر إلى تهديد لإجبار الناس إلى أو على القدوم إلى مائدة المفاوضات وهذا أسلوب ترامب حيث يجبر الناس على الجلوس على المائدة ومن ثم يتم التفاوض وتخفيض المواقف وعلى الأغلب أن نرى أمرا مشابيا في مفاوضات جارية لما حصل مع موضوع الضرائب ولكن إذا لم يتم التوصل إلى اتفاقيات وإذا فرضت إدارة ترامب تعرف الجمهورية سيكون هناك شركات رابحة وشركات خاسرة في أمريكا ولننتظر ونرى كيف ستسير الأمور ربما أفهم الخوف الذي نعكس اليوم على أسهم شركات التصنيع السيارات وغيرها لأنها ربما بدأت تحتسب ارتفاع تكلفة مزدوجة للألمنيوم وكذلك للحديد إذا ما تم تطبيقها لكن لا أفهم التراجع على أسهم قطاع التعدين وخاصة في مجال الصلب لأنه بالعكس ربما هذا سيتيح لها الفرصة أن ترفع من انتاجيتها وتوفر حاجة السوق الأمريكي إلى هاتين المادتين وخاصة إذا نظرنا إلى أن سعة الانتاج أو وفورات الحجم ستقلل التكاليف في نهاية الأمر وستعود إلى أسعار التنافسية كما كانت الخارجية هذا سؤال وجيه ونقطة منطقية لكن يجب أن نظر إلى التاريخ في آخر عقدين من الزمن قاعدة التصنيع الأمريكية اختفت تقريبا فالشركات نقلت عملياتها إلى الخارج ورأينا موجات كبيرة من الضغط على بعض القطاعات في الآونة الأخيرة قطاع النفط وتحديدا قطاع الطاقة وأيضا قطاع الفحم في أمريكا تعرضوا للضغط فالكثير من شركات الفحم الأمريكية أو المناجم وشركات المعادن أغلقت أبوابها وأجبرت على الإفلاس قبل عامين من ذلك كل قطاع الفولات الأمريكي أفلس وخلفية ويلبر روست وزير تجارة الأمريكية هي في قطاع الفولات وهو استثمر في العالم والذي خبرة في هذا القطاع والفكرة من نقطتين طبعا كانت هناك ضريبة أو تخفيض ضريبي هذا الأمر أعطى الشركات على حفظ إعادة أموالها إلى أمريكا وهناك أيضا ضرائب أقل على شركات التصنيع والفكرة هنا هي أنه يجب إعادة بناء قاعدة التصنيع الأمريكية وفي الفولات هذا القطاع تعرض للتفكيك في عملية إعادة الهيكلة في الفترة الماضية وهناك أيضا اهتماما فيما يخص الأمن القومي وأيضا الحاجة إلى الفولات للإنفاق على البنية التحتية وللأغراض العسكرية وإدارة رئيس ترامب قالت بأنها تعتزم تحفيز الإنفاق على البنية التحتية في أمريكا ومن سافر إلى أمريكا يعلم أن الطرقات والجسور والإنفاق بحاجة إلى أن يعاد بناء وكذلك المطارات بعض المدن والولايات تعتبر بنية التحتية محرجة ووصلت إلى حالة العجز وهذا الأمر يفرض ضريبة على الاقتصاد لأنه يتسبب بالتأخير والعرق على المرورية وبالتالي لتحفيز الإنفاق على البنية التحتية يجب أن نكون قادرين على شراء الفولات فلماذا نشتري الفولات من الدول أخرى إذا كنا نعيد بناء الاقتصاد الأمريكي والبنية التحتية وهتان نقطتان وهتان نقطتان لو ما علاقة بهذه الفرضية لكن بالتأكيد سيكون هناك رابحون وهناك خاسرون قطاع الفولات المحلي سوف يكون في وضع أفضل ونعتقد أن شركات التعدين الأمريكية وشركات فهم ستكون فضلا أفضل وسيكون هناك سيكون هناك بعض التضخم المستورد ومع ارتفاع التضخم فإن الفيدرالي الأمريكي سيستمر في رفع الفائدة وسيستمر في برنامج عكس التيسير الكمي الذي يعرف الآن بالتشديد الكمي وبالتالي سوق الدخل الثابت في العالم وبما أن أمريكا لديها العملة الاغتياطية في العالم فستكون في وضع غير مفضل ونعتقد أن الأسواب ستكون مفضلة أكثر لكن لا يمكن إلقاء الأموال في كل أنواع الشركات والقطاعات إذا سيكون هناك رابحون سيكون هناك خاسرون سواء من قانون الضرائب ومن التعرفة الجمهورية ومن إنفاق المتوقع للبنية التحتية هناك تغيرات كثيرة قادمة البعض يتحدث عن اضطراب واضطراب في البيت الأبيض لكن ربما هناك شيء من التقلبات المعتادة التي يمكن للإدارة الحالية أن تتعامل معها وبالنسبة للتعرفة الجمهورية تحديدا هذا الأمر سوف يجبر الشركات تجاريين على الجلوس على مائدات المفاوضات لأعادة النظر في كل هذه اتفاقيات التجارية المتقادمة ووجود عجز تجاري بـ 800 مليار دولار ورقم غير منصف كان منطقيا بعد الحرب العالمية الثانية لكن بات غير منطقي حاليا ونعتقد أن المستثمرين يمكن أن يستفيدوا من البيئة المتغيرة نتيجة فرض التعرفة الجمهورية جورج شالزي المؤسس والرئيس التنفيذي لشالزي عسيت مانجمين شكرا جزيلا لك